اشتركوا في القناة جبر خواطرهم لما مسهم من اضرار ناتجة عن انتهاكات وممارسات سلطات القطرية الرعناء والفجة تجاههم وتجاه ارزاقهم واعربت عن تقديرها لكل الجهود المبذولة من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لحلحلة قضايا الصيادين ومشكلاتهم وتعزيز سبل التعاون والعمل بمبادئ شراكة المجتمعية كما اعربت جمعية الصيادين المحترفين عن ادانتها الشديدة واستنكارها البالغ للممارسات الاستفزازية من قبل السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين والتي تعتبر خرقا للقوانين والمواثيق الدولية وبالخصوص حادثة اعتراض واستيقاف الزورقين التابعين لقيادة خفر السواحل خلال المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية كما ادانوا طريقة التعامل مع الصيادين البحرينيين غير المتسقة مع القوانين والأعراف والأسس الحقوقية المتمثلة في احتجاز قواربهم لفترات طويلة واستهدافها في المياه الاقليمية البحرينية بسحبها إلى داخل المياه الاقليمية القطرية تحت تهديد السلاح واستخدامه ما أدى إلى وفاة شخص وجرح آخرين ومن ثم تبليغ السلطات القطرية بوجود القوارب والبوانيش البحرينية داخل المياه الاقليمية القطرية بما يعد تزويرا صريحا للوقائع